كل موهبة في كل إنسان والشعر من المواهب والهوايات والممكن نقول منها نبعث المعروفة هي كلها وقود وقودها أحيانا مادية وصول مثلا مكانه وش وقود الشعر شوف أنا لو أقدر أقول مراحل تنتهي خلني أبدالك مين تنتهي؟ تنتهي بعجاب الناس بالقصيدة لأنني أنا أكتب للناس يعني فكرة أني أنا أكتب لنفسي أو أسمع بعض أنا أكتب ليرضيني بهالشكل لا تظهر إنتاجك للناس إذا أنت أكتب لنفسك لكن إذا قلنا أن المرحلة الأخيرة هي رضى الناس في بداية وهذا اللي يدفعني للكتابة أول شي إعجابي بفكرتي مثلا تبتدي كذا الصياغة والتفوق على نفسي هذا هدف ويجعل الشغف أكبر إلى أن تصل بقصيدة في عيني متكاملة البنية مخلوق جميل لذا يقدر أسميه مخلوق يظهر للناس بالشكل اللي يليق بهم بالمقام الأول وبذائقتهم ويليق باللي أنا أعتقد أنه مكاني في هال في هالتجربة فهي رحلة ورحلة جميلة جدا رحلة فيها معانات كثيرة معانات فكرية يعني ما هي فيها لأنه شوف أنا بقولك حاجة أنا طريقة كتابتي للشعر أنا للأسف أني أنا صعبت علي طريقة الكتابة يعني أنا لابد أني أتخيل المشهد كامل قبل أن أكتب حرف واحد وتخيل بتفاصيل غير موجودة في القصيدة عشان أقرب لك الصورة مشهد القصيدة القصيدة كاملة بس فيها تفاصيل ما هي موجودة بس لو هالتفاصيل هذه الثانوية ما كانت في بالي ما أقدر أوصل للنتيجة هذه في ناس أنا أغبطهم كثير اللي طريقة الكتابة والفكرة وصياغتها سهلة بالنسبة لا بدون كلها خلني بقول الزوائد اللي ما لها لزوم يعني لو عشان أقرب لك الصورة مثلا لو بكتب قصيدة عن لقاء مثلا لقاء بشخص مشتاق له بتخيل المكان وبتخيل كوب القهوة اللي جالسة شربها ما لو افترضنا أنه مقهى وبتخيل لون الطاولة وبتخيل الجدران هل هو شتا وصيف هذه كلها موجودة في القصيدة القصيدة تتكلم عن اللقاء بس أنا كذا ذهني يشتغل بهالشكل في صورة سينمائية في بالي لا بد أنها تكون كاملة قبل لا أكتب أي حر هذا يخلي بالنسبة لي أنا الفكرة مترابطة يعني أنا ما أحب أبدأ قصيدة بمطلع مثلا فهمتش أقصد أن المطلع بعدين أدور له موضوع أو وين أوديها أحيان كثير كمان تبدأ القصيدة بشكل وأنا في طور كتابتها ألقى مكان نجمة فيختلف المشهد هذا كل اللي كنت متخيله ففهمت شلون المعنات والعصب الذهني والإشكالية الكبرى اللي أنا صناعتها لنفسي أنا ما أعرف هذا الشعر غيري كذا بس أنا هذه طريقتي هذه طقوسي كتابتها كتابتها ترجمة نانسي قنقر